يبدو بأن أبواب السياسة أوصدت في اليمن تلاشت كل التحركات والمساعي الأممية وتعرقلت مبادرات الحل وهجع نشاط المبعوث الأممي الذي أمضى عامين ونيفا في محاولات تقريب وجهات النظر وهي محاولات يبدو أنها فشلت وغدت مقارباته كما يحاول خلط الزيت بالماء وسيانا أن يحدث مثل هذا الأمر وما إن تخفض حضوض السياسة في اليمن حتى ترتفع أسهم الحرب كطريق أوحد للخلاص هكذا يفكر البعض لكن ذلك لم يحدث حيث ظلت الحرب اليمنية بشقيها الخارج والداخل تراوح بين ثنائية الحسم العسكري والحلول السياسية وعلى هذا المنوال مضت الأعوام السابقة لكن هذه المراوحة وإن كان يقصد بها تقليل كلفة البشرية والمادية في حال الخيار العسكري وعدم شرعنة الانقلاب بشكها السياسي السلمي وهي خيارات مرة لا شك في ذلك إلا أنها أيضا فاقمت المأساة اليمنية في النواحي الإنسانية خصوصا مع استمرار الحصار وتجديده في الفترة الأخيرة وخلقت مشاريع وصراعات أخرى كثيرة ما كان لها أن تطفو على السطح لو لا طول فترة المراوحة ولا حسم وهذه معضلة تقود إلى تساؤلات كثيرة ومهمة لماذا لم يتم الحسم العسكري حينما فاشلت السياسة في اختراق جدار الأزمة وكم هي المرات التي فاشلت فيها ولماذا لم يتم التقدم في الميدان لتضييق الخناق على الميليشيا بدلا من تكتيف الحصار وخنق ملايين المدنيين في الداخل اليمني وما الذي ينتظره التحالف العربي خصوصا وأن الأيام أثبتت أن طول فترة لا حسم دوما ما تصب في مصلحة حلف الانقلاب الذي أعاد ترتيب أوراقه واستطاع الوصول إلى أبعد مدى في العنق السعودي الإجابة على مثل هكذا تساؤلات تحتاج للخوض في مواضيع مهمة ومتعددة إلا أن أبرزها تتمثل في غياب الرؤية الشاملة للحرب وما بعدها بالإضافة إلى اختلاف الأجندة التي برزت بين شركاء الحرب في اليمن الذين غلب بعضهم مصالحه الخاصة وأطماعه على أهداف الحرب المعلنة يوم انطلاق عاصفة الحزم اشتركوا في القناة